حملت أزمة فيروس كورونا تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي ككل وأثرت بشكل كبير على مستويات الطلب بشكل عام وخاصة على السلع غير الأساسية من ضمنها الألبسة والمحيكات مما أضر على القطاعات الصناعية في الأردن أمر يتطلب تدخلا لتجهوسها حمام نطالب دعم وعمرنا ما طالبنا بالدعم نحن نطالب بالعدالة العدالة كيف؟ أنه واحدة معاملة بالمثل ثانين زي ما بيصير مراقبة على المصنع الموجود في الأردن يصير تجديد ومراقبة على البدخل الأردن أهم نقطة في المحيكات في موضوعين أنه نقطع دابر التهريب وأنه نخمن صح حتى تحطي عدل بالمنافس وتشدد على المواصفات والمقاييس ثلاث رقاط سهلين وفيها دعم للخزينة الدولة معاملة بالمثل تجديد على التخمين اللي هو ما يجناش فوتير مخفضة ثم المواصفات والمقاييس هذول الثلاث رقاط هو هذا الدعم اللي احنا منطالب ما بدنا دعم احنا منعرف ظروف الحكومة ما بدنا تخيل أن الحكومة تقول خذوا يا مصانع الشلوس ما هذا مشهور ولا أيضا الناس تفهم أنه احنا لازم نحمي صناعتنا تعني أنه نغلق أبواب الأردن تعرف أنت لو لا الانفتاح لما تطورت الصناعة الأردنية مطلقة فاحنا نعي كل هذه الحقائق احنا بنطلب المنطقي اللي كل الدول بتعمله القطاع تمكن من رفع قدراته الإنتاجية والتشغيلية وتطوير آلياته للوصول إلى الأسواق العالمية وتمكن من توفير آلاف فرص العمل وتبوأ مكانة هامة في هذه الأسواق إلا أن ارتفاع حجم التكاليف التشغيلية للمنشآت من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات حقق منجزات تنموية واقتصادية وحتى اجتماعية على مدار السنوات الأخيرة لابد من هذه المكتسبات أن نحافظ عليها وبالأهم هي موضوع توفير فرص العمل للأردنيين بالذات فهذا القطاع حقق نقل نوعية في العشر سنوات الأخيرة من حيث أصبح هناك أكثر من 25 ألف عامل أردني بهذا القطاع بزيادة أكثر من 120% حيث كان 8000 عامل في 2009 هذه الأرقام توضح أن هناك عمل على موضوع إحلال العمال الأردنية وليس فقط إحلال كنا في فترة النمو يزداد عدل العمال الأردنيين ويزداد حجم القطاع حاليا هذه المطالبات التي تم طرحها اليوم هي من أهم فحوة لها هي المحافظة على العمال الأردنية والمحافظة على مكتسبات القطاع من أجل الرجوع لمرحلة النمو وإعادة عجلة الإنتاج وحمل القطاع على عاتقه المحافظة على العمالة الأردنية وتشجيعها على أن تحل مكان العمالة الوافدة لتقريص أعداد العمالة الوافدة داخل المملكة ترجمة نانسي قنقر